بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة باقتراب ولادة الإمام الجواد باب المراد إلى الله سبحانه وتعالى فاستحضر حوائجك من الآن فهذه فرصة ذهبية وكنز ثمين علينا جميعا أن نستغل هذه المناسبة العطرة في قضاء حوائجنا من باب المراد الإمام الجواد عليه السلام وهناك دعاء للإمام الجواد عليه السلام يقرأ بعد صلاة الفجر والإمام الباقر أو عفوا الإمام الجواد عليه السلام بنص العبارة يقول من دعى بهذا الدعاء بعد صلاة الفجر لم يلتمس حاجة إلا يسرت له وكفاه الله ما أهم أي حاجة في بالك أي حاجة في بالك أنت تقرأها تقرأ هذا الدعاء بنية قضاء هذه الحاجة وتيسير أمرها سواء كان وظيفة سواء كان شفاء من علّة سواء كان ذاهب إلى حاجة معينة عند فلان أو في دائرة فلانية أو في أوقات الامتحانات أو أنك ذاهب إلى قضية زواج أو أنك في أي أمر يخطر في قلبك فإن الله سبحانه وتعالى ييسره ويكفيك همه لأنك تفكر وتغتم وتقول يا رب أتمنى قضاء هذا الأمر وتيسير هذا الأمر الدعاء ما هو عفوا الدعاء ما هو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعبادة فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله وإن كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الذي لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا ما ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة 326 فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة